ازايكم من الشكاوي المتكررة اللي جاتني سواء في تعليقات تحت الفيديوهات او في ميسجز اتبعتتلي هو العصبية وسرعة الغضب وطبعا العصبية وسرعة الغضب بتأثر على جودة الحياة اللي بنعيشها الام العصبية بتبقى علاقتها متوترة مع اولادها الزوجة العصبية علاقتها مع جوزها بتتأثر الموظف العصبي نفس الحكاية علاقته بزملاءه وبمدراءه وبالعملة اللي بيقدم لهم الخدمة برضو بتتأثر الزوج العصبي للأسف بيأثر كتير قوي 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 على أسرته الابن العصبي اي حد فينا عنده هذه العصبية وسرعة الغضب وللأسف اللي بتطلع بشكل زعيق صوت عالي أحيانا كمان ألفاظ جرحة وفي بعض الأحيان تطاول بالإيد أو إن احنا ناخد حاجة وندشها ونكسرها طيب نعمل إيه؟ نتعامل مع هذا الأمر إزاي؟ هو ده الموضوع اللي عايز أكلمكم فيه النهاردة أول نقطة عايز أتكلم فيها هو إن الغضب ممكن يكون نقمة وممكن يكون نعمة إيه؟ إزاي؟ آه ممكن أي مشاعر الإنسان بيشعر بيها بيكون لها فايدة حتى المشاعر السلبية زي الخوف والقلق والغضب والكره كل الأحاسيس دي برضو فيه فايدة معينة ممكن نجنيها منها اللي بيفرق هنا هو نظرتنا لهذا الشعور الغضب بالذات بيدينا طاقة كبيرة جدا 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 شوف واحد غضبان تبص تلاقيه صوته بيصل لأعلى درجات العلوة قوته الجسدية بتبقى أقوى قوة ممكن يصل إليه ممكن يكسر ممكن يهد الدنيا شوف مثلا لما الجموع جموع البشر تغضب وتثور ممكن يهدوا مدن ممكن يعملوا حاجات كتيرة قوي 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 الغضب عامل زي الانفجار النووي الطاقة النووية لو وجهت للسلم والأغراض الكويسة بتكون النتيجة كويسة لو وجهت الأغراض تدميرية بتكون نتائج كارثية هو ده برضو اللي بيحصل مع الغضب فلازم كل واحد هنا يفكر أنا دلوقتي لما بكون في عصبية لما بكون في حالة من الحالات اللي هي فيها سرعة الغضب اللي أنا فيها إيه اللي بيحصل إيه النتائج لو فكرنا في النتائج هنعرف هل الغضب في حياتنا نقمة أم نعمة لو لما أغضب بقوم أعمل حاجات مفيدة ممكن يبقى نعمة لو لكن لو دمر علاقاتي مع الآخرين لو دمر الحي ذي اللي أنا فيه لو دمرني أنا صحيا هنا يبقى نقمة النقطة التانية هو إن إحنا نحاول إن إحنا نتعرف على المقدمات ونتعامل معاها بدري بدري يعني إيه الغضب ما بيكونش في مستوى زيرو ويصل لمية كده مرة واحدة لأ إحنا بنشوف في الظاهر إن هو فيه انفجار لكن فيه له مقدمات والمقدمات دي ممكن تكون على مدار سنين يعني مثلا الطفل اللي تعرض للزعيق والصخب ونوبات الغضب من أبوه أو من أمه طول الوقت بيشحن هذه الطاقة السلبية اللي بياخدها من أبوه أو أمه العصبيين بيشحنها 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 وبيخزنها ممكن على مدار سنين هذا الطفل أول ما بيبقى رجل ومتزوج بيطلع اللي خزنه السنين دي كلها دايما كتير قوي تلاقي إن الأطفال اللي اتضربوا وهم صغيرين يعني تعرضوا للأذى الجسدي أول لما بيكبروا هم كمان بيعرضوا لحواليهم لنفس الأذى اللي هم اتعرضوا لي الحاجة التانية كمان إن كل واحد فينا له حاجات معينة بتخليه يغضب يعني أنا أسباب الغضب بتاعتي مختلفة عن أسباب الغضب لجوزي مختلفة عن أسباب الغضب لجاري أو جارتي مختلفة عن أسباب الغضب لأبوي أو لأمي كل واحد فينا له التريجرز بتاعته التريجر هو الزناد بتاع المسدس اللي لازم يتداس عليه عشان تنطلق الرصاصة لازم كل واحد فينا يقعد ويفكر أنا إيه اللي بيطلق ده إيه اللي بيخليني أتعصب إيه اللي بيخليني أفقد السيطرة على نفسي إيه اللي بيخليني أزحق ممكن يكون هذا الشخص جاي مشحون من برة وأول ما دخل البيت فيه حاجة صغيرة التريجر الزناد اللي خلى هذه الرصاصة تنطلق فأنا لو بتعرض لهذه الحالة بشكل متكرر لازم أشوف فيه إيه اللي بيحصل قبل ما بنفجر في نوبة من نوبات الغضب دي أبسط حاجة مع الأطفال لما نقول لهم لأ مش هتاخد اللي أنت عايزه دلوقتي ده ممكن يكون تريجر لنوبات الغضب فلازم نعود ونهدى قبل ما نقول لهم لأ نقول لهم السبب أنا لو اديت لك الحلويات دي اللي أنت عايزها سنانك هتسوس وهتوجعك أنت عايز سنانك تسوس لا مش عايز سنان يتسوس طب ماهو الحلويات اللي أنت عايزها دي هتسوس سنانك طب انت عايز ايه؟ تاخد السوسة؟ تجي لك السوسة؟ ولا نحط الحلويات دي ونكلها بكرة فقبل ما أقوله لأ مش هتاخد الحاجة أشرح له السبب الزوج في تعامله مع مراته كده فيه موقف معين فيه أمور معينة فيها مشكلة ما المشكلة كذا وكذا وكذا لما بتحصل بتعمل لما بتحصل أمور معينة بتعمل هذه المشكلة قبل ما تقول لها لأ وهو كده الزوجة نفس الحكاية واذهب يعمل حاجة بدايقاها قبل ما تتهبد وتتزع وتعيط وتسرخ وتعمل وفيه يعني موقف لطيف قوي بنوتا كانت كاتبة أن هي شافت في مسلسل توركي أن هي البطلة خدت السلسلة اللي جابها لها البطل اللي هي طبعا يعني ليها ذكرى عزيزة والكلام ده كله وخدتها ورمتها فالبطل تأثر فحبت تعمل الكلام ده مع خطبها قلعت السلسلة ورمتها ورح واخد السلسلة ورمتها ورمتها من الشباك فمش كل حاجة نشوفها نقلدها تقليد أعمى لازم نشوف ايه المقدمات اللي بتقود لهذا الغضب ونبتدي نفكر فيها ونفكر في أسبابها ونفكر في إزاي ممكن نتعامل معاها وهي لسه جزوة نار صغيرة قبل وشو ما تتحول لانفجار خامس نقطة هو إن احنا نتعامل مع كل موقف بمنأة عن المواقف الأخرى بمعنى إيه دايما في الخناءة بنبتدي نفتكر حاجات قديمة ونعمم ونقول أنت أصلك مش هينصلح حيالك عشان أنت كذا وكذا 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 أنت كل مرة بتعمل كذا وكذا وكذا أنت كذا وكذا 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 للأسف يعني لما لما بنتعامل مع الموقف ونحط عليه كمان المواقف الأخرى فإحنا بنزود الشعور بالغضب أكتر وأكتر 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 فبيبقى ضخم جدا جدا ما بنقدرش نحتويه لكن سيه مثلا زوج مهمل في البيت بييجي يرمي جزمته في ناحية يرمي هدومه في ناحية يرمي مش عارف إيه في ناحية أنا مش عايزة مثلا يدخل بجزمته عايزة الشوز يتحط في مكانه أركز بس على الشوز على الجزامة ومكانها وإن الدخول بالجزمة بيوسخ البيت بيجيب تراب بيجيب كذا بيجيب كذا بيأثر على صحتنا بكذا ما نقولش بقى الجزمة بتاعتك مش بتحطها في مكانك وهدومك بترميها والفوتة في الحمام بترميها ومش عارف أوراقك حطتها مش عارف فين ورسوماتك الهندسية حطتها لي فين وحكتك فين طبعا لازم يتأجج الموقف قوي 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 ولكن لو ركزنا على الحاجة الصغيرة دي يمكن نخليه يغير عدته في هذا الموقف بس وإحنا كمان ما يضيدش إحساس الغضب أكتر وأكتر وأكتر ونبقى عدين عمالين يعني لسنة ده عامل زي المتر اليوز تدادادادادادادادادادا كتير كده too much فنتعامل مع كل موقف بمنأة على الموقف التاني يعني مثلا أولادي كانوا بيعملوا تانترم في البيت وتانترم لما بنروح السوبر ماركت لأنهم زي أي أولاد عايزين يشتروا حاجات زيادة ما جيش أقوله أنت كل شوية تعمل الخناءة دية في البيت حصل كذا 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 وهنا حصل كذا كذا لا في الموقف ده أنت عايز إيه هنا إحنا جايين عشان نجيب الحاجات دي بس مش هنجيب غيرها لو عيضت كده ده مش هيخليني أجيب لك وكمان كنت دايما أحط لهم أن لو العيض ده ما بطلتش الحاجات اللي إحنا جبناها كمان حاوديها فكانوا بيسكتوا لأن كده بيحسب أن الخسارة كتير قوي كده هيخسر الحاجة اللي مش هتيجي وكمان الحاجة اللي حطناها في العربانة هناخدها ونشيلها كمان النقطة الرابعة هو أن إحنا نتعامل مع الآلام النفسية أول بأول اللي بيزعق واللي بيجرح الآخرين هو مجروح من جواه الزوج العصبي والزوجة العصبية فيه جرح جواهم فيه حمل نفسي كبير قوي قوي جواهم فلازم كل واحد فينا يتعامل مع الأعباء النفسية دي أول بأول ما ينفعش نسيبها مكتومة لأن هنبقى عاملين زي الحالة البرستو حالة الضغط السابق أنا ما بحبهاش أنا بخاف منها وما بحبش هستخدمها أنا بستخدم السلو كوكر أحسن بالنسبالي لأن فكرة أن يبقى فيه ضغط بخار محبوس وأنا ما أقدرش أسيطر عليه دي بالنسبالي فكرة بتخدني جدا جدا وهو ده اللي بيحصل المشاعر المحبوسة دي اللي قاعدة عمالة تغلي 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 لما تصل لدرجة الغليان القصوة وتنفجر لكن لو تعاملنا مع الأمور دي أول بأول لما نزعل ونتدايق ونتكلم عن الموضوع ده نتكلم مش نزعق مش نتخانق مش نحولها المطش ملاكمة عارفين بالضبط زي لما نبقى لابسين حاجة والحاجة دي تتوسخ لو فضلنا لابسنها من غير ما نخسلها هتتوسخ أكتر وأكتر أكتر وأكتر وتتملي بقع والبقع كمان تبقى بقع قوية قوي مهما عملنا فيها مش هتنضف نجيب بقى ايه عود كابريت ونولع فيها هو ده اللي بيحصل فنحاول ان احنا نتعامل مع الآلام النفسية أول بأول ومن سبهاش تتراكم والحاجة التانية كمان نحنا نشوف الناس اللي حوالينا وإيه الألم اللي هم حاسين دي لو زوجك بييجي يتعصب ويتنرفز فكري كده يا ترى فيه ايه ألم نفسي هو بيعاني منه اللي بيظهر على شكل نوبات العصبية دي شوفي بابا كان بيعمله ازاي وهو صغير بابا كان بيعمل ايه مامتو كانت بتعمل ايه ايه الحاجات اللي اتحرم منها ايه الحاجات اللي مفقودة في حياته ايه الحاجات اللي مفقودة في حياتكم اللي ربما تكون هي اللي عاملاله القلم النفسي نفس الحكاية للزوجة العصبية مراتك عصبية شوفها شوف فيها ايه ايه الحاجات اللي بتتعرض ليها على مدار اليوم اللي بتفضل تخزن 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 فيها وفجأة تظهر بعصبية على الولاد وبعصبية عليك في محيط العمل انا عارفة لكن احنا بنتعامل مع الغضب احساس صعب جدا جدا وشعور صعب جدا جدا ونتيجه لو ما تحكمناش فيه ممكن تكون مدمرة فطبعا اي اجراء لازم هيكون صعبة النقطة الخامسة بقى هو نمط تفكيرنا والاستنتاجات اللي بتنطي لها يعني مثلا ييجي الزوج يتكلم مع زوجته وتتكلم معاه بعصبية ينطي الاستنتاج انها ما بتحترمنيش دي مش مقدراني دي مش بتتعامل معايا لان انا الزوج اللي هي غيلمان وانا اللي هي الكلمة والكلام ده ييجي الزوج متعصب هو ايه هو كل اي حاجة بتحصل برا هياخدها علي هو انا الحيطة الميلة هو انا كذا هو انا كذا مرة زمان قوي كان فيه لي جار الجار ده كان كبير قوي في السن فكنت لما بنزل لو قد له صباح الخير ازايك يرد علي لو ما قلتش انا ابص لقيه بصصلي مبيتكلمش الراجل ده بيبصلي كده ليه يعني انا فيه حاجة غلط ولا عشان انا محجبة ولا عشان انا مسلمة اه ده خايف مني المسلمين ارهابيين اصل كذا اصل كذا فيه يوم قررت ان انا اقطع الشك باليقين وان انا اسأله فبقوله انا لما بقولك صباح الخير ازايك بترد علي لكن عمرك ما قلتلي وبتبصلي قوي رح قال لي انا نظري ضعيف جدا ولما بلبس نظارة بتقع مني وكسرت كذا نظارة قبل كده فانا باعتمد على الصوت فانتي وانتي جاية شبه واحدة تانية برضو في العمارة انتو الاثنين يعني تقريبا نفس القطعية وهي مسلمة وانا مسلمة فبيستنى لما يسمع صوتي عشان يتأكد ان هو انا عشان يكلمني وقال لي كلمة قال لي لما قلتله اصلا انا افتكرت كذا وكذا وكذا قال لي ما تقفزيش للاستنتاجات قبل ما تتبيني يعني هو كان سعيد ان انا كلمته وان انا سألته لان انا بصراحة كنت واخدى بيني وبين نفسي قرار كده طب والله العظيم ما انا مسلمة عليك يعني انت مش عايز توز فيك خلاص ما نقفزش للاستنتاجات لما واحدة مثلا تفكر ان صاحبتي دي ما بتتصلش بيها الا غير لما اتصل بيها كذا 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 تقولك دي مش مهتمة دي ما بتسألش عليا دي كذا دي كذا ودي فعلا حصلت فصديقتي دي فقلت لها انا معرفش ظروف الناس انا واحدة من الناس مجغولة جدا جدا ودايما حطة في دماغي ان الاخرين مجغولين برضو زي فاقصى حاجة ان انا حبعتلك ميسج واقولك انت ازايك عاملة ايه لكن ان انا ارفع سماعة التليفون بحس ان انا باقحم نفسي على حياتك يمكن انت دلوقتي مش فاضية يمكن واقفة بتطبخي لولادك يمكن بتعملي حاجة يمكن مشغولة في حاجة فلما ابعت الاولى استأذن هي كانت بتكلمني بتقول لي انت ليه حطة كده فرق بيننا ان لازم قبل ما تكلميني في التليفون تبعتيلي ميسج اذا كنت انت فاضية دلوقتي ممكن نتكلم يعني هي كانت حاسة انها فورمل انها يعني اسلوب رسمي فقلت لها لا انا بحب اعمل كده عشان فعلا ممكن ناس تتصل بيه بالتليفون وانا مش فاضية وانا في اجتماع وانا برق او انا في البيت بس مش عايزة ارد على حد او مش قادرة ارد على حد فلازم ابعت رسالة الاستئذان دي الاول فبرده لان هي سألت فتصارحنا فعرفت السبب فما نقفصش الاستنتاجات اللي ممكن تكون استنتاجات مغلوطة واللي ممكن تخلينا يعني نغلي اكتر واكتر من جوانا فلما نيجي في موقف ما ننفجر وهو اساسا نص استنتاجنا اصلا غلط رقم ستة هو حاجة انا كلمتكم عنها قبل كده هي حالت مالهاش اختصار بالعربي حالت هي حالة بنبقى موجودين فيها بتدينا احساس بالتأذم النفسي لكن ناتج من ايه بقى الناس اللي جعانة تلاقيها متعصبة في حاجة معينة يعني مزع عليها قوي فده يطلع في شكل عصبية ال الناس اللي حسة بالوحدة الناس اللي حسة بالاهمال الناس اللي حسة ان اللي قدامها مش واخد بالو منها برضو ممكن ده يزهر في صورة عصبية ال ناس التعبانة ادخل كده على امراتك وهي في عز ما هي تعبانة وتكلمها حسلاقيها انفجرت ممكن يكون التعب الجسدي كمان حاطتها في حالة عصبية دي والتي الاخرانية دي حاجة بننساها قوي عطشانين لاننا ما بنشربش مية كفاية فجسمنا عطشان جسمنا سبعين في المية منه مية فاحنا محتاجين المية محتاجين المية دي عشان نبقى في حالة بالانس في حالة استقرار فلازم نشوف لو انا في العصبية دي وحس ان انا اريتيت دو متضايق او مش عارفة شوف هلانا جعانا اكل حاجة مشبعة وحاجة فيلنج حاجة فيها بروتين مروحش اكل حاجة فيها كاربز او كاربوهدرات او حاجة فيها سكريات لا اكل حاجة مشبعة انجري في موقف معين مدايقني في حاجة حصلت النهاردة يعني كتير جدا مثلا يدخل ابنك عليك اه في حاجة حصلت النهاردة فيه ايه فيه موقف معين هل فيه موقف معين خلاني انجري قال هلانا حاسة ان انا مهملة هلانا حاسة ان محاج بيسأل علي هلانا حاسة ان جوزي مش واخد باله مني اه 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 لو مثلا اه طفلة او او طفلة هل حاسين ان احنا مش واخدين بالنا منهم هلانا تعبانا ادخلوا مددوا مددوا وقفلوا التليفون وقفلوا كل حاجة وبس اعملوا كده وعملوا الاكترسايز بتاع التنفس نفس في اربع ثواني وترودوا النفس في اربع ثواني كده دي بتهدي جدا جدا ولو جسمنا متعب وحاسس بالتعب قوي 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 والارهاق ده بيروح التي الاخيرة اشربوا شوية مية النقطة السابعة هي جودة الحياة بشكل عام صحتنا العام لما بيكون في مشكلة في صحتنا ولما بتكون جودة حياتنا مش عالمستوى المطلوب وجودة الحياة مش داخل فيها الغنى والفقر على فكرة هو ان المكان اللي حوالينا يبقى مرتب من المكان اللي حوالينا يبقى نظيف ان احتياجاتنا الاساسية تبقى عندنا مش لازم يبقى عندنا اكل متكدس مش لازم يبقى نبقى اغنية قوي 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 مش لازم يبقى عندنا عربية حتى لو رحنا بالمواصلات ورجعنا يبقى عندنا وقت كافي ان احنا نرتاح في اخر اليوم من عناء اليوم ومن تعب اليوم الاكل اللي بنكله مش معتمد على الكربوهيدرات والسكريات معتمد اكتر على بروتين انا عندي والله العظيم ان الناس تاكل فول وطعمية احسن مليون مرة من انها تركز على الرز والمكارونا والحاجات دي الجودة حياتنا بشكل عام صحتنا بشكل عام بتأثر قوي 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 على حالتنا النفسية ولما يبقى في استقرار في حالتنا النفسية مش هنتعرض لنوبات العصبية دي وان احنا ننفجر في الناس اللي احنا بنحبها فنشوف ونقيم جودة حياتنا ونفكر ايه الخطوات الصغيرة اللي ممكن ناخدها عشان نزبط حياتنا واحدة واحدة النقطة التانية هي اقاع الحياة السريعة بنملى يومنا بحاجات كتير قوي 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 وحاجات اغلبها مش محتاجينها عشان كده يمكن في تحدي من تحديات الاسبوع كانت فترة من الفترات عملت تحديات الاسبوع دي ابتديت من احنا نعمل قايمة المهام اليومية نكتب قايمة بالحاجات الاساسية اللي مفروض نعملها اللي ما نزدش عليها ما نفضلش نقعد نلف نلف وفي الاخر لغاية ما ندوخ ونقع فايقاع الحياة السريع ده وبيخلي اعصابنا دايما متنشنة فنحاول نهدي هذا الايقاع باي وسائل نقدر نعملها زي ما بقول لكم بحط احيانا مزيكة هدي عشان تجبرني ان انا هدي من ايقاع حياتي ان انا امشي ببطء ان انا اعمل الامور الاساسية في حياتي بس ما زودش قوي قوي على نفسي بحيث ان انا اتعب قوي وابقى في هذه الحالة من العصبية الدائمة رقم تسعة هي جلسات التأمل والصمت المتعمد طبعا احنا من الناس يعني عارفين لما بيجيبوا اليوجا والناس قاعدة كده في هدوء انا اول ما رحت العب يوجا كنت بقول ايه ده ايه الملل ده ايه البطء ده ايه القرف ده ان انا اقعد ساعة وان انا اعمل وضعية معينة وافضل فيها الست طاعت تعدلنا ستاشر ثانية وانا في الوضع ده ايه ده ايه ده لكن اكتشفت ان هذه الجلسات ومش لازم تبقى جلسة يوجا ولا حاجة لكن احنا نقعد في ركن هادي لوحدنا نشغل قرآن نسمعه او نقرأ حاجة نسمعها او نسبح بس بهدوء انا بستعجب جدا الناس اللي بتبقى قاعدة مع ناس ومسك السبح وقدم ما ليسبح بتسبحش ولا حاجة انت قعد بس كده بتفر السبح لكن انت ما بتسبحش يقول لك مرة كنت بتكلم واحدة يقولي انا بسبح بقلبي نغتنم الخلوة نعمل لنفسنا خلوة ودي يمكن حاجة من الحاجات اللي انا تعلمتها من جدتي ان كان لازم لها وقت في اليوم تختلي بنفسها وتبقى هي لوحدها بس وتبقى بعيدة عن اي حاجة الرجل اللي بيختلي بنفسه واخد اللابتوب بتاعه في كورنر وبيتفرج على حاجات وحشة دي مش خلوة دي حاجة وحشة جدا جدا وبتأثر عليك الست اللي وقضى نفسها في كورنر ومسكة سيلفون بتاعها على الواتس آب وتشوف الميسجز والكلام دي مش خلوة ولا حاجة الخلوة هي ان احنا نقعد لوحدنا بدون اي مؤسرة خارجية مع نفسنا مش لازم تبقى حاجة طويلة ممكن نبتديها بخمس دقايق بس خمس دقايق بس كده الواحد يقعد في صمته متعمد في الاول بيكون صعب لانه صوت افكارنا بيبقوا عمل زي هدير البحر كده لكن مرة في مرة مرة في مرة هتبصوا تلاقوا هذه الأصوات سكنت وخفت وهديت بدون ما نتعرض لأي محفزات خارجية بقى لا حد بيتكلم ولا حد بيسرخ ولا حد كذا ولا حد كذا وهذه الفترات الصمت المتعمد مش لازم احنا اللي نحددها سي مثلا ست مثلا عندها أولاد والأولاد صغيرين وبيسرخوا طول الوقت بييجي عليهم وقت يسكتوا انت في الوقت دوى سيناموا مثلا هتقومي بقى هنضف هعمل قبل ما قوم هنضف واعمل بقعد كده بس في هدوء بيني وبين نفسي الواحدي منغر اي حاجة بقعد اتنفست واسمع صوت النفس بتاعي بعملش اي حاجة تاني خمس دقايق واقوم بعد كده بقى انا اضف واكنس وارتب واعمل وكل الكلام دوى دي برضو بتمفع جدا جدا من السيطرة على حالة العصبية والثورة العرمة اللي بتبقى جواها نقطة العشرة والاخيرة هي جاية من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ان احنا نغير وضعية جسمنا ونتوضع تغيير وضعية الجسم بيجبر مخنا انه يفكر في شيء اخر يفكر في حاجة اخرى كمان يعني برضو بيبعدنا شوية عن الموقف اللي احنا كنا فيه والوضوء المية البردة برضو بيبقى ليها كده يعني تأثير حلوى قوي 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 وقفة ورحت قاعدة مربع على الارض فلما عملت كده ابني جه اني مفهمش فيه ايه ماما كانت من شوية وقفة انا وقفة فوق وهو تحت صغنن وبتزعق لي وفجأة انا قعدت دقيت وهو كمان سكت وراح جاي وحضرني كان لسه صغنون يمكن سنة ونص اه كنت بسرخ في ابني هو سنة ونص لان الاعباء كتير لكن على ما وصل اني بقى عنده ثلاث سنين كنت خلاص قضيت على هذه العصبية اللي ممكن تظهر يعني بشكل مش متكرر خالص 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 زي ما كانت في الاول مع ابني التاني بقى خلاص كنت تعلمت وعرفت ازاي اتعامل مع الامر بشكل احسن بكتير دول العشر نقاط اللي انا قلتهم على ازاي نتحكم في العصبية وسرعة الغضب دي حاجات تنفع لكل انسان مهما كان عمره بس محتاجة مجهود مننا محتاجة قرار محتاجة عزم محتاجة استمرارية كمان ومحتاجة ان احنا نجربهم كلهم علشان لو دي ما نفعتش دي تنفع ولو دي ما نفعتش دي تنفع وكل الاكشنز دي تشتغل مع بعضها ونبتدي نهدى وما نبقاش يعني في هذه الحالة من الفوران والغليان على طول يا ترى في عندكم استراتيجية تانية او اسلوب تاني بتستخدموه عشان تتحكمه في العصبية وسرعة الغضب احب اعرف يا ريت تكتبوها دي تحت في التعليقات ولو في حد في حياتكم ممكن يستفيد من الفيديو ده يا ريت تشاركوهم الفيديو ده وتقولولي رأيكم ايه اللي ممكن نضيفه او تجربتكم مع ازاي سيطرته على العصبية اللي موجودة في حياتكم اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة